بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم على الهواء مباشرة معكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الواقع والذي يأتيكم عبر شاشة قناة سامراء الفضائية حياكم الله مجددا مشاهدي الأكارم معي في هذه الحلقة والذي بدوره سيجيب على أسئلتكم واستفساراتكم طوال مدة الحلقة الشيخ حامد الكوبيسي أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ معنا في هذه الحلقة حياكم مرحبا أهلا الله فضيلة الشيخ هناك المعتاد بما أنه نتحدث دوما عن أمور واقعية فيما يخص الشارع ربما المتحذر والمتدين أيضا ارتأينا أن يكون موضوع حلقة هذا الأسبوع هو عن بر الوالدين ربما هذا الموضوع كثير من الإخوة المتصلين أيضا حاولوا أنه دائما يدخلون ويانا في مسألة بر الوالدين وأيضا ما يعادل هذا البر أو ربما ما يناقض هذا البر هو عقوق الوالدين فبهذا الأجر وفي ذلك العقاب والجزاء فبداية لو سمحتم فضيلة الشيخ حدثني عن بر الوالدين كيف كان أو كيف تنظرون له اليوم في مجتمعنا وكيف كان في زمن الأولين من صحابتي والتابعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في بداية الكلام أشكر القناة وهذا البرنامج شكرا لكم لالتفاته هذه الالتفات الجميلة لهذا الموضوع الحساس الذي يعاني منه كثير من الناس اليوم بسبب الظروف التي تعانيها هذه البلاد حقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى أكثر من حلقة وحلقات لأهميته وحاجة المجتمع إليه اليوم فحينما نرجع أو ننطلق من قوله تعالى وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ إذا نقف عند هذه الآية وننطلق منها فنجد تصوير عظيم جدا صوره الله سبحانه وتعالى في بر الوالدين وفي معاملة الأم والأب طبيعة المجتمع العراقي بالذات مجتمع محافظ مجتمع يهتم ببر الوالدين مجتمع تداخل عشائر عادات نعم نعم وأيضا العراف والأحكام الدينية الشرعية تماما لهذا نجد من النادر كنا سابقا نجد من النادر أن نجد عقوق والدين أو إساءة إلى الأم والأب علنا نعم لكن في الحقيقة ربما أكو داخل اليوم قطعا موجودة ولكن ليس في المستوى الذي نسمعه في دول العالم المجتمع العراقي يتميز بهذا الشيء بأنه يعتز بالأم والأب بل نجد الأبناء يفتخرون فيما بينهم إذا كان عنده أم أو أب شيخ كبير يرعاه الإبن الذي يكون عنده أم أو أب في البيت تجد يفتخر بين إخوانه وأقاربه بإحسانه إليهم حينما نرجع إلى قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة تصوير عظيم جميل جدا هذا الطير حينما ننظر إلى الطير الذي تبدأ أفراخه بالظهور وتفقيس البيض تكون ليس لديها ريش يحميها من البرد ومن الحر في حالة البرد وفي حالة الحر وصف الله سبحانه وتعالى وقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة التواضع والانكسار وحسن المعاملة مع الأم والأب لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوصي دائما بالوالدين حتى قال وفيهما فجاهد في أمك وأبيك فجاهد سبحان الله شيخ يعني مسألة الجهاد مسألة لها قدسيتها لاحترامها لما كانتها في الدين الإسلامي لكن وظفها داخل البيت داخل بين قوسين بر الوالدين فدليل على عظمة هذه البناء يعني إحنا في ديننا هو أيضا من التعاليم احترام الصغير توقير الكبير يعني فكيف إذا كانوا هم من الوالدين يعني أمك وأبوك أو أحدهما فبالتأكيد أنه الدليل على بر الوالدين فالشيء عظيم أنا طبعا دكتور العفو بس أريد أوضح أن مشاهدين يمكنكم أيضا التواصل معنا والمشاركة وأبدأ أسئلتكم على الهواء مباشرة ليجيب عليها الشيخ حامد الكوبيسي على تلك الأسئلة التي تتصلون من أجلها وأيضا نريد أن ننوه أنه في حلقاتنا هذه ستكون أو كانت رعاية كاملة من قبل شركة الصفد للحج والعمرة والذي كنا على مدة أسبوع كامل وضعنا سؤال وكان السؤال هو ما هو شيء الذي يجوز إهدائه ولا يجوز بيعه كان هناك ربما عدد من الإجابات وارتأينا أن يكون هذا الأسبوع أيضا مكمل الأسبوع الماضي ستكون جائزة للفائز بعمرة على حساب شركة الصفد التي هي أخذت رعاية كاملة لهذا البرنامج فق الواقع وأيضا لذلك نريد أن ننوه على هذه المسألة أنه في نهاية كل أربع حلقات ستكون هناك سحبة لقرعة وهذه القرعة لأحد الفائزين ويكون يفوز بجائزة بأداء مناسك العمرة مجانا على حساب شركة الصفد للحج والعمرة طبعا أعود إليك شيخ حامد الكويسي كنا نتحدث عن بر الوالدين ربما الحديث عن بر الوالدين فيه شغف وفيه نوعا من الحسرة أو نوعا من الإنسان اللي يتيم اللي فاقد أبويه يمكن يحس بهذه اللوعة وربما يتذكر أنه إذا فات شيء من بر الوالدين يندم كثير يعني كثير من الحديث أو ربما من الحالات اللي وصلت أنه تؤشر اللي عنده الأب أو عنده الأم أو كليهما موجود خليه حافظ على الموجود فيما موجود من عنده يعني إذا كانوا كبيرين بالسن أو غير ذلك يعني نحتاج إلى ربما قد نكون ليس مسألة توعية ولكن نحتاج إلى إضاح صورة ورسم معالم هذه الصورة في مسألة الدين ركز على بر الوالدين اليوم هناك كثير من الاهتمام العالمي أيضا كان يوم لواحد وعشرين آذار كان يوم للأم ويوم للمرأة يوم للطفل يوم للأب كثير من هذه الأيام لكن الإسلام هو في تربيتنا علمنا أنه نلتزم بهذه التعاليم ملاحظة حلوة فعلا قبل أيام عيد الأم لكن إذا نرجع للإسلام الذي عمره أكثر من 1400 سنة نجد أن الإسلام أنت خصوصية للأم والأب وكيف تتعامل معهم وكيف تأخذ البطاقة لدخول الجنة سبحان الله من خلال بر الوالدين في بر الوالدين نحن اليوم نتكلم مثلا عن الأم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يطوف بالبيت فرأى رجلا يحمل أمه على كتفه ويطوف بها حول البيت اليوم حينما نلاحظ في القنوات وفي غير القنوات وإجهزة التواصل نلاحظ أن الشاب يحمل أبوه في الحرم أو يقف ليقلل من حرارة الشمس على أبيه هذا الشاب يحمل أمه على كتفه يطوف بها حول البيت فرأى عبد الله بن عمر فقال يا إمام هذه أمي هذه أمي أطعمها أكسيها أقوم على خدمتها أبرها واليوم أطوف بها حول البيت هذه رسالة أريد أن أصلها لكل من قصر مع أمه وأبيه رسالة بودي أن أوصلها لكل من رفع صوته على أمه وأبيه ولا تقل لهما أف ولا تنعر لماذا استخدم الله سبحانه وتعالى كلمة الأف لأنه أكثر شيء استخدمها الإنسان مو دائما كمام وقسم من العلماء ولبساطتها أيضا ولبساطتها نعم استخدامها وبساطة هي كلمة بسيطة بل قسم من العلماء قالوا هي عبارة عن نفض اليد هكذا يعني إذا أمك أو أبوك طلب منك حاجة فقلت لهم أف أو نفضت يدك هكذا أنت وقعت في حقوق الوالدين هذه مسألة كثير منا يقصر بها حينما نرجع إلى ذلك الشاب قال يا إمام هذه أمي يقوم على خدمتها ورعايتها والإحسان إليها والآن أطوف بها حول البيت يا إمام هل تراني وفيتها حقا؟ هل تراني وفي حقهم؟ كل هذا يسأل أنه حقها واصلها يعتبر نفسه مقصر لأن مهما تقدم لأمك وأبيك فأنت لم توافيهم حقهم قال والله ما وفيتها طلقا طلقتها حين ولدتك بمعنى صوت واحد تصرخه المرأة في ولادتها لا يوفيه الولد وإن كان يحملها على ظهره ويطوف بها حول البيت هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا الإسلام الحقيقي هذه التربية الحقيقية هذه التربية التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم الأجيال الأولى التي كانت أجيال فريدة أجيال قرآنية تربت على القرآن وعلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أنا فضيس الشيخ ذكرني قصتي قبل فترة كنت في أحد المحافظات يعني رحت لمحافظتنا عندي صديق والي حادثين وكننا أجيبها على مسألة البر الوالدين أيضا نعم فقال يوم للأيام وصلت عندي ضيوف جولي تعرف احنا مناطق شوي تكون بعيدة عن القراج اللي وصل فوصلت الضيوف طلعت وراء صلات الفجر وصلتهم إلى القراج حتى يسافرون هم فرجعت يقول من هو ما متزوج الرجل نعم يقول من رجعت فالمفتاح الباب ناسي فالدنيا ظلم بعده وراء الفجر يقول رجعت للبيت فيقول دقيت الباب مرتين ثلاثة ما قدرت يقول عندي الموبايل بفقط رقم والدتي ولأنه ماكو أحد بالبيت نعم فقط والدت بالبيت يقول فبقيت الحد ما طلعت الشمس والحد ما يعني حسيت أنه والدتي طلعت بالبيت فيا الله خليت دقيت الباب عليها مرة ثانية يقول ما قدرت أخابرها لأنه خاف نايمة نعم فشوف التواضع وشوف الأدب يعني يقول استخطيت أنه أخابر أمي أقلها قومي وفززها من أم وقلها افتحي للباب بعد صلاة الفجر ولهذا شوف يعني في مسمعنا أيضا الخير موجود موجود الخير بل أكثر من هذا بكثير بل أكثر من هذا بكثير ولهذا قالوا كما تدين تدان بحيث إذا أنت أحسنت إلى أمك وأبيك قطعا سيأتي أولادك فيحسنون لك سبحان الله كما تعاملهم يعاملوك إذا عملت أمك وأبوك على موقف حسن بريتهم قمت على خدمتهم سيأتي أولادك على هذا المنهج بلا قابل أعود إلى قصة ذلك الشاب نعم نحن اليوم بعض الأحيان نتعاجز أن نحمل شيء بأيدينا لوقت طويل وليكن هذا القلم مثلا لو أقول لفلان احمل القلم بيدك كم مدة تأخذ من الوقت خمسة دقائق عشر دقائق ساعة ساعتين خليكون نص يوم وليكن يوم كامل بالنتيجة راح تمل وتلقي عنه تلقي لكن الأم حملت الإبن في بطنها دسعة أشهر وعانت ما عانت من آلام الحمل ومشاقه وهي فرحة بهذه الآلام ومحافظة عليها نفس الوقت بل أنها تمنع نفسها من أكل شيء قد يؤثر على هذا الطفل هذه الأم فيجب على المجتمع والإبن الولد أن يعامل أمه وأبوه بهذا المستوى بهذا المستوى ولهذا قلنا الإسلام أولا كان يهتم بهذا الجانب والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر عقوق الوالدين من الكبار ألا أنبئكم بأكبر الكبار بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين نعم خلها الثانية أكيد لأهميتها المجتمع الإسلامي يهتم بالوالدين ويعطيهم مكان في كل مراحل الحياة عكس المجتمعات الأخرى التي تعتبر الأم أو الأب إذا وصلوا مرحلة من العمر ينتهي دورهم سبحان الله ولهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى أنه في العراق دار العجزة قليلة جدا الحمد لله أو قد تكون نادرة أو معدومة وهذا إن دل على شيء دل على أصالة هذا المجتمع صحيح وتمسكه أصحاب نخوة وغير أصحاب نخوة شيخ أنا بس اسمح لي أروح عندي اتصال نعم وياي أم نورس نورس السلام عليكم عليكم السلام حياتي الله ياختي كل الهلبيج من كربلاء حياتي الله كل الهلبيج تفضلي يا أختي أقدر أسئلك سؤال دوما تفضحه أليك شيخ تفضلي شيخ يسمعك أحب أصلي صلاة الليل بس شنو ما عرف يعني أصليها لأننا ما دخل مدرسة ما عرف لا قولها أكتب بس عدي بس آيات يعني أربع آيات حافظة طيب يعني وحب أصلي صلاة الليل يعني أصليها هيت في يعني هيت محبين وما أصليها طيب حتى النية يعني تقصدين وأداءها وقراءاتها وهذه تفاصيل يعني هيت أصليها على نية فيه وما أصليها طيب عندي السؤال آخر يا أخت نورس لا لا بس إن شاء الله الآن تسمع الإنجان فضيت الشيخ شكرا جزيلا شكرا 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 هيا إن شاء الله فضيت الشيخ بالنسبة لأخت نورس يعني حتى لا يضيع لنا الوقت كثير ربما كثير من الأخوة دائما يعني يسألون يعني الصلاة بشكل عام إلها محددات إلها أعقات إلها فالطقوس معينة في أداء الصلاة أم هي ركعتين ركعتين فقط في مسألة جو في الليل وغير ذلك هو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يصلي ركعتين ركعتين في الليل نور تكونت النية معلته كانت القراءات محددة أم مطلقة الحرية للمصلي لا هو بالنسبة للسائل والسائل الأخت السائلة طبعا بما أنا تحفظ قليل من القرآن لا بأس بأن تعيد هذه الآيات في صلاتها لكن المهم أن تصلي وتحافظ على هذه الصلاة وهي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إحدى عشر ركعة يصلي ركعتين ركعتين في الليل وفي رواية تقول بأنه كان يبدأهما بركعتين خفيفتين ثم يوتر يعني ركعتين خفيفتين أنا حتى فهم الله في بداية الصلاة تكون قليلة يعني آيات مثلا قصار السور قصار السور نعم وسريعة تقريبا نعم وكان يطيل صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني حسب حفظ الذي يقيم المصلي حسب حفظه ولا بأس بأن يفتح المصحف أمامه إن كان يستطيع القراءة أن يقرأ من المصحف في القيام وكان عليه الصلاة والسلام يطيل حتى نظن أنه لن يركع هكذا يعني يطيل في الصلاة إذا كان حافظ من القرآن وهي صلاة عادية يعني صلاة طبيعية فقط ينوي فيها القيام من الليل صلاة الليلة سموها صلاة الشكر أيضا نعم سموها صلاة الشكر نعم صلاة هو يعني 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 أولا أكون عبدا شكورة بل شرف المؤمن قدر قيامه من الليل يعني حسب قيامه من الليل وإن كنا إحنا لا نريد أن نخرج من الموضوع نعم الذي يعني وبيدنا الأسئلة تكون حول موضوع ذر الوالدين نعم لكن المشاهدين بعد إذا على رحب الساعة على رحب الساعة شيخنا أسمح لنا والمشاهدين أيضا أن نذهب إلى فاصل ثم نعاود إكمال حلقة أهلا ومرحبا بكم في المسابقة الأسبوعية لبرنامج فقه الواقع سؤال هذا الأسبوع ما هو الشيء الذي يجوز إهدائه ولا يجوز بيعه هل هو لحم الأضحية أم الصلاة على وقتها أم الصدقة أرسلوا إجاباتكم عبر الأسمأس أسفل الشاشة علكم تحضون بجائزة السفر لأداء مناسك العمرة عبر شركة الصفد للحج والعنبة رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن على هذه الحلقة المتجددة من فقه الواقع وعنوانها هو بر الوالدين مع سماحة الشيخ حامد الكوبيسي أهلا ومرحبا بكم مجددا وبك فضية الشيخ معي في هذه الحلقة تحدثنا ربما عن صورة سطحية أو ربما شكل من أشكال بر الوالدين هناك صور متغيرة مختلفة عن مسألة بر الوالدين اليوم احنا مجتمعنا محتاج إلى إعادة وذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين نحتاج إلى أن ذكر الناس أنه عندك اليوم أمك عندك أبوك حافظ عليهم لأنه بكرة إذا تفقد أحد منهم راح تندم راح تحز بمسألة الاشتياق اليوم نحن دعا نشوف على مواقع تواصل الاجتماع الشيخ من أحد يفقد أحد الأبوين يتألم تابع دائما ينشر منشورات قد اشتقتوا إليك أبي أو اشتقتوا إليك يا أمي وكثير من هذه التفاصيل ربما الاشتياق بعد أن فقد أحدهما هو يمكن باب من أبواب الندم شون احنا نقدر اليوم بحيث إذا لا سامح الله فقدنا أحد الأبوين رغم احنا من نكفي ولا راح نوفي الشيء اللي هما قدموه لكن بقدر ما احنا نقول ريح ضميرنا أنه فعلا قدمنا شيء مناسب للوالدين يعني السؤال هنا باتجاه بعد وفاتهم لا أنا أقصد إحنا اليوم نستثمر حياتنا وحياتهم نقدمهم شيء قبل لا يفارقون الحياة وبعدها نحس بالاشتياق والندم وكذا وكذا هو بالحقيقة أكثر مشاكل هذه المسائل تفضيل الولد للزوجة على الأم والأب سبحان الله هذه مسألة هذه مشكلة ومسألة حساسة في مجتمع المجتمع يقول له رضة العم على تشنة كام يزدخل الجنة تمام وموهي يقولون تمام هذا لكن إحنا يجب أن تكون موازنة أين نعم موازنة مع تفضيل الأم والأب بالتأكيد مع تفضيل الأم والأب عندنا في تأريخنا قصص كثيرة تتكلم عن في حالة إذا فضل الأم والأب ما هي النتيجة وفي حالة إذا فضل الزوجة والمال والعمل والحياة عن الأم والأب ما هي النتيجة مشكلة نوية العمل والتسامات قطعا ولكن كل العمل والزوجة والعلاقات هذه ممكن أن تعوض لكن الأم والأب لا يمكن أن تعوض لا يمكن لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على الوالدين أنا شكر لي الله سبحانه وتعالى قال ربط الله سبحانه وتعالى الشكر لله بالشكر للوالدين وشكرهما ببرهم بالإحسان إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رغم أنف عبد أي خسر ورغم أنفه في التراب خسر من كان في الدنيا ولم يأخذ هذه البطاقة التي تدخله الجنة وهو بر الوالدين رغم أنف عبد كان عنده أحد أبوي أو كلاهما فماتا ولم يغفر له إذن هي بطاقة إذا كانت عندك أم عجوز كبيرة في السن أو أب كبير طاعة في السن هذه برهما بطاقة لدخول الجنة حينما تموت ماتت التي كنا من أجلها نكرمك إذن كرم الله أين فرعون ألم يكن كانت أمه تدعو له فرعون هو فرعون إذن إحنا وين أنت عندك بطاقة من الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة ببر أمك وأبيك بإحسانهم بالخدمة بطاعتهم لهذا الله سبحانه وتعالى جعل أساساً للأسرة المسلمة فجعل إذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تشكر الله فببر الوالدين بالإحسان إليهم لهذا يروى عن الإمام مالك أنه رأى جاره في يوم من في ليلة من الليالي وقد رصعت لحيته باللآلئ اللحية هذه اللحية كل شعر رصعت باللآلئ سبحان الله في الصباح جاء إليه فقال يا جاري رأيت لك رؤية بارحة فتبشرت بخير ماذا فعلت؟ هل كنت تقوم الليل؟ أم هل كنت تنفق في سبيل الله؟ أم كنت في رباط و جهاد؟ قال لا أمي كانت قدمها تؤلمها أمه قدمها تؤلمها فجلست طوال الليل أدلك بها وأخفف آلامها حتى طلع الفجر سبحان الله قال بهذه رصعت لحيتك باللآلئ بهذه إذن نحن نستطيع دخول الجنة ببر الوالدين بالإحسان إليهم بخدمتهم برعايتهم ولهذا حينما تجد الأسرة تبر الأم والأب تحسن إليهم تجدها أسرة متلابسة متصلة فيما بينها توجد بينها روابط قوية أسرة مشاكلها قليلة همومها قليلة لهذه البركة تكون مع الأم والأب حينما تخدمهم تقوم في برهم في الإحسان إليهم هكذا المجتمع اليوم يحتاج إلى الانتباه إلى هذه الانتباه والتذكير والتذكير وعادة كما يقال عادة البرمجة أيضا لهذا الموضوع لأنه موضوع حيوي ومهم نحن اليوم لدينا تواصل كبير على المواقع تواصل الاجتماعي شيخ حتى نربط نكون واقعيين هذا الموضوع التواصل الاجتماعي كثير من الأمهات أيضا يستخدم أنه تذكر فيها حالة وكثير من المفكرين الأساتذة علماء الدين يذكرون بها حالات كثيرة خاصة موضوعة البر الوالدين موضوع حساسة يعني إحنا اليوم إذا نشوف صورة لشاب ولو يرفع عيده بوجه أمه تقوم تنزل التعليقات والنقد لهذا الشخص بشكل يعني بآلاف ربما تواصل لكن في الحقيقة هذا مسألة العنف موجودة موجود زين لكن هي حالات نقدر نقول ليست بنادرة يعني اليوم كثير العقوق يعني هو اليوم عندنا صار فهم بالمجتمع أن العقوق هو الضرب هو مو فقط الضرب العقوق هو لما أنت حتى تتميز مثلا ابنك أو زوجتك أو كذا عن أمك وتحس أن أمك تحسست من هذا الموضوع أو ربما حتى بمسألة الأكل ومسألة الضحكة والابتسامة أو الكلمة ربما الشخص اليوم نحن عندناك شباب ما متزوجين عن طريق الانترنت عن طريق الموبايل يسولف مع صديق أو مع زميل له بأسلوب أو أستاذة أو معلمة بأسلوب يحمل بالتودد يحمل بالاحترام بينما إذا يجي الأمه يلا سويتيننا صبييننا أكلنا ملابسي كذا حتى هذا الأسلوب هو هذا الزغيرة مثل ما نقول هي نوع من أنواع أخلي نقول من الأوفيات يعني هي هاي نوع من أنواع الأوف فإحنا فإحنا شون نقدر رسخ أنه الفكرة ترى يا ناس يا جماعة الخير أنه ترى حتى هذا الأسلوب هو أيضا ربما يعني تحسس الأم أنه يعني أنت مقصرة هي مقصرة هو استشعار الأم بأنها هي مقصرة وياك هذا يعتبر من العقوق أكيد فإحنا حالة حاسة جدا اليوم في مسألة عقوق وبر الوالدين خلي تكلم عن العقوق نعم شون العقوبة أنا لا أريد أن أوسع الموضوع لأنه أمبر الوالدين كبير جدا أكيد خلينا أخذ العقوق إذا إنسان صار عاق لوالدين كما تدين تدان ربما البطاقة الخضراء لدخول الجنة ربما كثير من الأمور شنو العقوبة اللي صير أو شنو هي القصص اللي وردت ربما عن الأولين طبعا كلام رائع تكلمت فيه أكو مسألة طيبة يعني في الكلام مع الأم والأب بعض الأبناء يجلس يتكلم مع أم وجاي يزور أمه مثلا وساكن في بيت أمه ساكنة في بيت مع باقي العيال هو يجي يزور الوالدة لكن حينما يأتي يزور الوالدة ترى منشغل إما بالموبايل والاتصالات وإما تجده يتكلم عن مشاكل بيته وعن مشاكله في العمل وفي الطريق طيب تجد الأم غير مرتاحة لهذا الشيء فنقل يعني جاين همه واثنين هو يتكلم عن نفسي يقول أنا أمي تحب أن تسمع مني دائما والثاني لا ترغب بالسمع منه كثيرا فلما نجينا إلى الأول الذي تحب تسمع منه أمه وجدنا أنه يسأل الأم عن أمورها مثلا يسأل سؤال حلو كيف اختارك أبي كزوجة يعيدها إلى أمجاد أمجادها يعني يبحث عن الأشياء التي ترتاح نفسية الوالدة في طرحها كيف كانت علاقتك مع أبي بماذا كان يستخدم أبي كلمات الطيبة التي ترتاحين فيها أو شي شاق قالت شك تحبين واحد قل بهذه الطريقة تجد الأم فعلا ترتاح تسمع من هذا بالأكس الحالة الثانية الذي تأتي يأتي بالهموم والإنشغاله بموبايل هي تنقهر هي تنقهر أنه ابنها بهذه الحالة فهذا يعكر مزاجها أما السؤال من ناحية عقوق الوالدين فهذه لا وقفة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد الحذر من عقوق الوالدين وحينما نرجع إلى قوله تعالى وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وكما ذكرنا في بداية الكلام قسم منه العلماء قالوا الأُفْ هي حركة اليد وليس النطق هكذا التضجر التضجر فإذا جينا إلى مرحلة العقوق وتكلمنا بها والله تبكي القلوب قبل العلوم تدمع القلوب نعم لأنه إذا أساء إلى الأم والأب غدا سيموت ويدفنون تحت التراب حينها تتألم فتبدأ تلوم نفسك وتؤنب ضميرك بل تتمنى لو أن الله يحييهم كي تحسن إليهم فسئل أحد الرجال قيل له ما تتمنى قال أتمنى أن يبعث الله لأمي وأبي ساعة فأبرهم الله ساعة واحدة وليأخذ الله سبحانه وتعالى أولادي وزوجتي ومالي هذا لماذا هذا الكلام لماذا؟ لأنه ندم الشعور بالتقصير باتجاه الأم والأب لا نقف عند هذا الشعور فقط بل سيعاني ذاته الألم كيف؟ سيسئ له أولاده سيعامله ابنه ولده مثل ما كان يعامل أبيه تدهى نعم لهذا هناك قصة بيودي أن يسمعها جميع أخواني من كان مبراً بأمه وأبيه فليزد في برهما ومن كان مقصراً فلينتبه ولينقذ نفسه قبل فوات الأوان ينقذ نفسه ويلحق على الأجر اللي باقيه أكيد ففي النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذه بطاقة من الجنة حينما نعود إلى ذلك الرجل الذي كان يعيشون أب أعراباً خارج المدن وكان حينما يحتاج إلى قضاء الحاجة يبعد مسافة أن أعين الناس لجلوس لقضاء الحاجة عنده أب كبير في السن فهذا الأب الكبير في السن طلب من ولده أن يحمله ليذهب به عن أعين الناس لقضاء الحاجة وفعلاً أخذ الولد أباه على كتفه لقضاء حاجة أبيه فبدأ الولد يبتعد أكثر من المطلوب عن المسافة التي يقضي بها الحاجة فسأل الأب ولده قال يا بني إلى أين تريد أين تريد أن تذهب وينمو الديني وينمو الديني قال أريد أن أبعد عن أعين الناس وابتحد أكثر انتبه الرجل الكبير في السن قال ولدي ما يدور في رأسك شي دور برأسك يا ولدي فهمني قال سأمت منك الله أكبر ومن خدمتك قال وعلى ما عزمت يعني ماذا قرارك إذا أنت سأمت مني ومن بري ومن ثاني تعبت على ما عزمت قال عزمت على أن أقتلك كي أرتاح منك انتبه الرجل الكبير قال يا بني إن كان لابد من قتلي فاقتلني عند تلك الصخرة خليسمع من قصر مع أمه من فضل زوجته من فضل عمله من رفع صوته لا أقول بل من ضرب أمه وتجاوز عليها فليسمع النتيجة قال ولماذا يا أبتي عند تلك الصخرة أقتلك أقتلك قال لأني قتلت أبي عند تلك الصخرة سبحان الله كما تدين تدان كما تعامل أمك وأبوك سيعاملك أولادك إن أحسنت إليهم سيحسنون لك أولادك إن أخذت اللقمة من فمك ومن فم طفلك ووضعتها في فم أمك وأبيك سيحسن إليك أولادك سيطعمك بأيديهم بل يفضلوك على أنفسهم وإن أسأت إلى أمك وأبيك سيحسن لك أولادك فقال أبطا قالقتني عند تلك الصخرة لأني قتلت أبي عند تلك الصخرة حوله الأخوة فضلت الشيخ يعني هذه مسألة الدين بالبر والدين بالعقوق هل يؤثم عليها الشاب الآخر يعني إذا شخص آق لأبيه وإجا ابنه سوى به هم رح تبقى هاي السلسلة متواردال أو تنتهي قطعا لأنه هو نفس الجزع ونفس الملل عاش هو الأب اللي كان ابن فيه يوم مضى اليوم الإبن أيضا عاش نفس المأساة ونفس المعاناة لأبه فقد أنا كنت أتصور أنه رح تقول له يعني مثلا قتلني عند هاي الصخرة حتى يجي ابنك يكتلك نفس المكان فما لها علاقة لا لا هنا أكو مسألة المسألة الأولى أنه إذا انتبه الولد وإن كان هو عاق لأمه وأبيه لا يوجد اليوم من يقتل أم وهو أبوه طبعا لكن هناك عقوق وتقصير فإن انتبه الولد بعد موت الأم والأب على تقصيره معهم وعقوقهم فإن كانوا أحياء بادر بالتوبة إلى الله وأحسن إليهم وبرهم ولهذا يقال إن رجل كان يعقه ولده فينهى ولده عن العقوق فلا يرضى فقال والله لأشدن الرحال إلى بيت الله ولأشكونك عند الله في بيته يقول فشد الرحال أبي ودعا عليه في بيته حرام الله كان علي رضي الله عنه يطوف بالبيت فسمع رجلا ينشد أبياتا ويبكي يشكو إلى الله همه ويقول لا يوجد في هذه الدنيا اليوم من يكشف ما به فقال ما هو أمك قال اذهب عني تركني وشأني فعرف أنه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أمير المؤمنين كان لي أب شيخ كبير أعقه أعصيه فشكاني عند الله في بيته الحرام وعاد فابتلاني الله بعلة في بطنه لن أجد لها دواء فلما عاد أبي وعرفت أني قصرت في حقه بدأت أقوم على خدمته والإحسان إليه فبقيت دهرا من الزمان على هذه الحال حتى في يوم من الأيام قال قم يا بني إلى بيت الله لأدعو الله لعل الله يكشف ما ابتلاك به الله وفي منتصف الطريق مات مني أبي سبحان الله إذن وجود الأم في الحياة هو مفتاح هو مفتاح للخير للخير وللعودة إلى الله سبحانه وتعالى وللبركة والخير سبحان الله فقال مات مني أبي في منتصف الطريق فدع له الإمام علي بن بي طالب رضي الله عنه يقول فشافاه الله مما فأوصى من مبتلاوي فأوصاه بواجب للأم والأبي بعد موته هناك حقوق ليس في الدنيا لهذا للسؤال الذي سألته بالنسبة لأسائل أم وأبو فإن كانوا أحياء فليعد فليعد باب التوبة مفتوح وعليك أن ترجع وتحسن إليه وإن كانوا قد ماتوا فلهم حقوق بعد موتهم ما هي هذه الحقوق من هذه الحقوق أن تبرق سمه كيف يعني؟ يعني إذا كان أوصوا وصية في مرضات الله سبحانه وتعالى أن تؤدي هذا نفذ الوصية الثانية أن تصل رحمهم يعني النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان جالسا فجاءت امرأة تسأل حاجة فقال أعطوها فقد كانت تأتينا منذ ثمن خديجة رضي الله عنها هذا وفاء لخديجة رضي الله عنها طبعا هو من هذا المنطقة فحينما نرجع النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بصلة الرحم مع الأم والأب من كان له قرابة أو علاقة أو صداقة أن تبرهم وهذا بفضل الله موجود في مجتمعنا الحمد لله كثير من يذهب إلى رجل يقول كان صديقا لأبي كان صاحبا لأبي ولهذا سيدنا عمر بن الخط عبد الله بن عمر رضي الله عنه في يوم من الأيام لأبي كان يأتي إلى أبي فمن باب البر للوالدين أن نحسن لمن كان له شيخ أنا يعني ما أعرف إذا بها مجال أنه مثلا الشخص اليوم اللي يطبخ بعض الأكي اللي يوزع اليوم عندنا نازحين عندنا أصدقاء عندنا جيران ممكن يوزع مثل ما يقول نحن الأجر يروح إلى الميت أيضا من باب بر الوالدين هذا جائز أو يدخل في هذا الباب هذا العلماء طبعا الطوباب خاص نحن اللي يقول مثلا اكله وإقراء للفاتحة نعم هذا موجود هذا الشيء هذا موجود ولهذا أذكر أن رجلا دخل إلى مقبرة ونام في تلك المقبرة فرأى وكأن أهل القبور قد خرجوا من قبورهم وجاءت أناس يعني أشكال نورانية يحملون أطباقا يأخذون أشياء من هذه الأطباق فيرمونها على الأرض لا يرىها بعينه هذا الرجل لكن أهل القبور يجمعونها إلا رجلا واحد متكئا على قبر إلا رجل واحد متكئا على قبر طيب قال ما هؤلاء قال إنها الملائكة وهذه حسنات حينما تقول ولأمة محمد ولموتى المسلمين جميعا هذا الدعاء أو الصدق التي نتصدق بها نشمل بها جميع موتى المسلمين توزع الأجر فبن هذه توزع لجميع سبحان الله قال ولم لا تجمع معهم قال لي ولد يدعو لي عندي ابن يدعو لي في صلاته في دعائه في منتصف الليل ويتصدق 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 لهذا تجد الأبناء يضع شيء في سبيل الله يضع طعام في سبيل الله يضع ماء في سبيل الله وثواب الوالد فعفا هنا يقول فمضى عام فجئت إلى تلك المقبرة فرأيت نفس الرؤية وإذا الناس تجمع حسنات وذلك الرجل يجمع معهم حسنات فذهبت إليه قلت ألست أنت الرجل الذي رأيتك منذ عام قال دعني قال أخبرني ما أمرك قال انقطع ما كان يرسله لي سبحان الله ابن مات يمكن فرجع وبحث عن الولد فوجده مات قبل سبحان الله جزاكم الله خير فضل الشيخ أحمد الكويسي شكرا جزيلا لك لما قدمتمه لنا وأيضا الشكر موصول لكم مشاهدي الأكارم لحسن المتابعة على الأمل أن نتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى شكرا لحسن المتابعتي وفي أمان الله جزاكم الله خير يا شيخ شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا